يبدأ فريق الزمالك الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية من السبت المقبل وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في الدور الممتازة واستقر مسؤول الزمالك على سفر بعثة الفريق لسعودية في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري للمشاركة في البطولة العربية ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في الثامن والعشرين من يوليو ثم مواجهة الشباب في الحادي والثلاثين من شهر ذاته وأخيرا مواجهة النصر في الثالث من أغسطس